فإذا أحبائي منشوف أنه الشعوب والقهر والظلم كله بتبتدي بالأساس كيف أنت بتربي المجتمع ما في تمييز هو المجتمع اللي عمل التغيير واللي عمل هذه العنصرية بين الناس في One Race مجتمع واحد اللي الكتاب بيتكلم عنه ما في أي حق أنه شخص يتسلط على آخرين عدم التسامح بيولد الكراهية والكراهية بتعرف حبائي يقول رسول يحنى من قال إنه في النور وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة من يبغد أخاه فهو قاتل نفس بحاول أن تذكر التاريخ لهذه الجملة في جملة بيستخدموها كمان أحبائنا المسلمين اللي هي من قتل نفسا قتل البشرية جمعاء هذا القول كان في القرن الرابع والخامس مش متذكر واحد من الرابايز اليهودي بيتكلم بصيغة سلبية لكن برضو وصل رسالة يعني اللي قتل نفس قتل كل البشرية قول يهودي أصلا فكتير مرات لما أنت بتأذي شخص كانك بتأذي مجتمع لأنه شخص المتصلت هو بيحتقر الناس الآخرين وعندما تحتقر أنت ما عندك تسامح عندك كرهية وعلى فكرة كله بيبين في المحاك يعني بتشوف جران عايشين بسلام بتآخي كل الوضع بييجي مثلا أمر ديني أو عنصرية الدينية فبتلاقي شيء طب ما هذا جارك عايش انتويات ثلاثين أربعين سنة فانقلب إلى عنصرية عارف اليوم يعني مش عارف استلين اللي قال أنه الدين أفيون الشعوب حقيقة لأنه الناس لما بتحاول لما الناس بتحاول أنه تأخذ الدين باستغلال حتى تستعبد الآخرين وتقهر الآخرين طبعا هذا بتكون نوع من المخدر للناس حتى يخوف الناس لكن المسيح يحرر يطلقنا إلى الحرية علمنا المسامحة علمنا احترام الشخص الآخر علمنا التآخي علمنا المحب حتى للأعداء